عندنا في هالسؤال بيحكي لنا حدد اتجاه انتقال كل من ايونات الكلور وايونات الكربونات الهيدروجينية متى في اثناء انتقال ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الرياتين الان اتجاه انتقال ايونات الكلور طبعا ايونات الكلور راح تخرج من داخل خلايا الدم الحمراء الى بلازمة الدم متى عند دخول ايونات الكربونات الهيدروجينية من بلازمة الدم الى داخل خلايا الدم الحمراء اذا اتجاه ايونات الكلور من داخل خلايا الدم الحمراء الى خارج خلايا الدم الحمراء يعني في بلازمة الدم بينما ايونات الكربونات الهيدروجينية من بلازمة الدم الى داخل خلايا الدم الحمراء هيك من كنا عرفنا اتجاهات انتقال كل من ايونات الكلور وايونات الكربونات الهيدروجينية شكرا